بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز للأب أن يزوج ابنته بغير إذنها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما البكر فتستأذن وإذنها صماتها والمعنى أنها تستأذن وعلامة الموافقة والقبول أن تصمت أو تبكي أو تبتسم أما إذا رفضت وأبت القبول فلا يجوز له أن يجبرها على قبول من لا تريد ومن شروط الأنكحة الرضا بين الزوجين فلا بد أن تكون راضية والشرط إذا انتفى انتفى المشروط فلا يصح عنده النكاح فلا يجوز للأب أن يجبر ابنته على من لا تريد ولكن له أن يطيب خاطرها أن يقنعها أن تستشير أن تستخير حتى تقبل وفي الوقت نفسه ينبغي للبنت أن تستأمن أو الأخت أن تستأمن رأي الأخ أو الأب لأن الرجال أعرف بالرجال فإذا عرض عليها الزواج لا تتأخر في القبول وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فينبغي لها أن تستأمن رأي الأب أو رأي الأخ لأن الرجال كانوا من الثقات العدول لأن الرجال أعرف بالرجال هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على ابن محمد